تشهد الإسماعليا طفرة تنموية كبيرة وتحديدا في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والخدمية في مختلف القطاعات للارتقاء بجودة حياة الموطنين ولم تقتصر المشروعات على قطاع تنموي بعينه ولكنها شملت كل القطاعات بالتوازي المزيد في سياق العرض التالي مع الزميلة ميرنا إيهاب أهلا بكم تشهد محافظة الإسماعليا طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والخدمية في مختلف قطاعات التنمية بهدف الارتقاء بحياة الموطن فلم تقتصر المشروعات على قطاع تنموي بعينه لكنها شملت كل القطاعات بالتوازي وفيما يخص الأمن المائي يأتي مشروع محطة مياه الإسماعليا بطاقة تصل إلى 180 ألف متر مكعب وتكلفة بلغت 400 مليون جنيه في الصدارة إضافة إلى محطة المياه الرئيسية مما يغطي احتياجات مدينة الإسماعليا لعام 2037 كما تم إنشاء محطة مياه المنطقة الصناعية بقدرة تصل إلى 400 متر مكعب في الساعة وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وتحديث جميع معدات أجهزة المحطة القديمة بتكلفة إجمالية قدرها 6.5 مليون جنيه لتغذية المناطق المستهدف تغذيتها وفي مجال الأمن الغذائي يأتي مشروع صوامع الغلال الجديد بأبو سوير الذي يقام على مساحة خمسة أفدنة ليشمل إنشاء ست خلايا بسعة خمسة ألاف طن لكل منها ذلك بإجمالية ساعة تغذينية قدرها 30 ألف طن كذلك مشروع الصوب الزراعية في جنوب أبو سلطان يعد ضمن أكبر مشروعات الصوب الزراعية في العالم حيث يقام على مساحة 12500 فدان كل ذلك انعكس على تحويل صحر سينا إلى مزارع خضراء تنبط أرجاؤها ثمار التنمية حيث تم زراعة 1640 فدان منغو من الأصناف عالية الجودة مع استخدام نظم الرأي الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية للمشروع بشرق مدينة الإسماعلي الجديدة كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو خليفة ومحطة مياه المستقبل ومشروع صرف صحي القرى المحرومة بالقنترى غرب ومحطة معالجة الصرف الصحي بالسبع أبار ومحطة صرف صحي أبو سوير وأيضا مشروعات الصرف الصحي والمياه بمركز ومدينة فايد إنشاء عدد كبير من الكبار والأنفاق لتسهيل حركة المواطنين والتجارة على جانبية قناة السويس مثل كبري الشهيد أبا نوب جرغس وكبري الشهيد أحمد منسي العائم ونفق مشاه جماعة قناة السويس وكبري المشاه الجديد بالمنايف بالإضافة إلى كبري الشهيد مصطفى هليل وكبري الشهيد ألواء طه زكي العائم وفي مجال الإسكان تعد مدينة الإسماعلي الجديدة من أهم المدن التي تم إنشاؤها حديثا حيث شيدت لتكون مجتمع عمراني جديدا على أعلى مستوى لأهل محافظة الإسماعلي ولتحقيق ذلك تم بناء 52 ألف وحدة سكنية بمستويات ومساحة متنوعة على مساحة 2828 فدانا حيث تم الانتهاء من التنفيذ عام 2019 أما في مجال الثروة السمكية تم تتشين 34 سفينة صيدة كمرحلة أولى من مشروع إنشاء 100 سفينة صيدة صممت ونفذت داخل هيئة قناة السويس وشركاتها بعمالة مصرية 100% وتتوافر فيها مهمات السلامة البحرية وفي المجال الصحي تم تطوير مستشفى الإسماعلي العام بإجمالية عدد أسر 298 بتكلفة بلغت 727 مليون جنيها حيث تم الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر من عام 2020 كما تم تشغيل أيضا مستشفى فايد المركزي بتكلفة تصل إلى مليار جنيها هيئذن طفرة كبيرة في العديد من المجالات غيرت واقع حياة المواطنين بجميع أنحاء الإسماعيلية تلك المدينة الغالية على قلوب وعقول المصريين في رسالة ما فادها أن الجمهورية الجديدة تعمل بقوة لضمان حياة كريمة لمواطنيها من خلال العمل الجاد والمخلص